جهود متواصلة تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمحافظات في مجال البنى التحتية ومياه الشرب والصرف يأتي على رأس تلك المشروعات مشروع إحلال وتجديد محطة التشيكي بحي شرق أسيوت بعد خمس سنوات من العمل جهود حسيسة تبذلها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ويأتي ضمن تلك الجهود إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوت بتكلفة تصل إلى 242 مليون جنيها لخدمة مدينة أسيوت مع التوسعات العمرانية لها حيث تم العمل بها على مدى خمس سنوات ويتم تشغيلها تجريبيا في أكتوبر القادم النهاردة في محطة مياه التشيكي حدثين محطة طاقتها الإنتاجية 200 لتر في السنة الأعمال اللي بتتم فيها أعمال رفع كفاءة ورفع طاقة استعبية من 200 لتر إلى 600 لتر في السنة دي بتخدم حوالي 400 ألف نسمة في مدينة أسيوت طبعا رفع الطاقة الإنتاجية دي تبقى لزيادة السكنية الموجودة بحيث أن مستوى إن شاء الله الفرض كان 125 لتر في اليوم حاول نرفعه لـ 175 لتر في اليوم تم الانتهاء من إحلال وتجديد المحطة لخدمة منطقة غرب وشرق مدينة أسيوت ومنطقة عرب المدابغ وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه المعمل عندنا هنا بينقسم شغله على محورين أساسيين المحور الأولاني جزء خاص بمتابعة تشغيل المحطة الألماني المرشحة والتجارب المعملية اللي بتجرع عليها التجارب اليومية اللي بتجرع على عين الطرد المحطة لمدى الحكم على جودة المياه الخارجة ولابد أن هي تكون خارجة مطابقة للمواصفات القياسية كما تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل فضلا عن توريد وحدة ديزل الاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع الطيار الكهربائي بالإضافة لعمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء ومعمل مركزي مزود بأحدث الأجهزة الدقيقة اللازمة لعمل جميع التحاليل للمياه إن شاء الله مع انتهاء تشغيل المحطة نقضي على مشاكل ضعف المياه في الأدوار العليا اللي بيشكمنها ناس كثيرة من داخل مدينة أسيوت المحطة مقامة على مسطح 4.6 فدان المحطة مستهدف لها إن شاء الله تبدأ المراحل التجربية مع نهاية 30.10 إن شاء الله 20.22 هكذا تضع الدولة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على قائمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة حيث يتم بزل المزيد من الجهد والإسراع للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع مع دخوله الخدمة طبقا للجداول الزمنية المحددة لتقديم أفضل خدمات لأبناء محافظة أسيوت ترجمة نانسي قنقر